نحن أول شعنا في مشفى الأسئل الجامعي عن بنك خلايا الجزائية يصلوا أكثر من 15 سنة هناك مشفى تشين عسكري في بنك خلايا الجزائية وحديثاً في مشفى الأطفال الجامعي في بنك خلايا الجزائية دمموية الحمد لله نحن لدينا مكانيات كبيرة مطورين بهذا المجال إن شاء الله الخلايا الجزائية هي بحر علم تقريباً ولكن مشكلة فيه موضوع تجاري يصدخ الموضوع فهي فضل يكون لا نستخدم الخلايا الجزائية إلا إذا كان تأخذها موافقة أبروفا لوزارة الصحة وإذا كان هناك مشافى جامعية أو مشافى حكومية نستطيع أن نتجاوز الموضوع التجاري في هذا الموضوع يجب أن نتقل المرضى لكل حالة تحتاج إلى دراسة خاصة وليس يمكن أن نستعمل معهم طريقة هذه استعمال الخلايا الجزائية تبعاً نحاول أن نأخذ خلايا جزائية سنوية مبدئية ونعالجها ونطلع منها من الزكاة مستمتسل الخلايا المدافعة عن الجسم لعلاج تنقص المفاصل في حالات تانية كما نستعملها إذا كانت نخرجها في موقع الفقد عند الشباب طبعاً في الجراحات تجميلية بالأسف الجراحة العصبية خلايا تبعاتنا صعبة تتميز لخلايا عصبية فنحنا الساعتنا في أبحاث بالمجال هذا نحنا نأخذ الخلية الشحمية نفسها ونأخذ خلية نغسلها هناك مثل جهاز خاص نحن نأخذ خلايا ونعرضها لترومة بسيطة الترومة بطلع منها خلايا الخلايا المدافعة عن الجسم ثم نكسفها ونحقنا على مفصل الركبة نحقنا على مفصل الركبة بالتنقص درجة ثالثة ونستعملها حتى في الاتشاحة تجميلية في الكيت نفسه نستعمل كذا مفصل ونحقنا على الوش في المناطق طريقة هي تخدير موضعي لطيفة تقريباً يبشر مريض نفس اليوم لا يوجد أن ينام المريض بالمشفى طريقة جداً حديثة أول عملية نعملها في سوريا في عام 2016 مشفى الشامي ومريضة حتى الآن أمورها ممتازة كان لديها مريضة تنقص درجة ثالثة وتنقص غضروف يعني أنسي تمز غضروف الآن أنا شغلت ضفطة على الطريقة الإيطالية هي أنه أنا بعمل تنظير المفصل الركبة تنظير قبل ما سوي حقون الخلايا يعني التنظير تبعي لأنني أستطيع أن ننظف المفصل الركبة من الحطام والغضروف المتمزقة وإستطيع إزراء على أرضية جيدة فالنتائج التي نحن بحث عن الموضوع مع التنظير أفضل من التنظير نحن في حالات نستخدم طريقة طريقة ليبو جيمس في حالة نخرج جافة في العنق الفخت الدرجة أولى نخرج جافة نعرف أنه في تحت رأس الفخت فيه قسم الحامل الوزن يصبح نخرب العظم فنحن نعمل عمية تسقيب للمنطقة هذه ونزلع الخلايا ليبو جيمس لتعيد بناء حالي نتائج عنا سحرية أكثر من 25 شاب صغير كانوا يرشحون تبديل مفصل لكفة تحسنوا ونسبة النجاح تقليل على أفوض 90% طبعا الخلايا الجزعية هي إبحاث ونحن هناك شيء واعد في مجال الرياضي نحن نأخذ خلايا ونزرعاهم مثل الغضروف إذا عند المريض عنده طيام مادي في الغضروف فنعيد تشكيل شكل الغضروف فنعود إلى حياة الطبيعية 100% في حالات تمزق الأربط مثل عمارة صغيرة مثل نحن نحتفظين بالمشهيمة الخلايا الجزعية البدئية لأطفال صغيرة تحت 13% اللاعبين الأولمبيين نحن نعيد تصنيع الرباط الأربط المتصالب أمامي في عنا كزا حالة في هذا الموضوع الأبحاث الجديدة هي مشكلتنا الأبحاث على الجراح العصبية والأزياد العصبية شوية لساتنا قاصرية بصراحة كل الأبحاث لا يوجد دراسات موسقة بالنسبة للجراحة التجميلية هناك قفزات نوعية بالإستعمال الخلايا الجزعية بالجراحة التجميلية نحن قدرنا الحمد الله بسوريا ندخل هذه التقنية بالعلاج تنكس المفاصل وحمد الله لدينا ملاكز متطورة مثل مشفل أسل جامعي مشفل أطفال ومشفة الشينا العسكري وفي أطباء جيدين ونحن كلها موسق الأمور وإن شاء الله كل يوم لقدام إن شاء الله